تجميد قرار تحيين بطاقات الشفاء على مستوى الصيدليات القضية المطروحة من طرف المواطن والصيدلة بعدما تم إطلاقه في نهاية شهر ماي من السنة الجارية هو المشكلة يكمن في الغزو في الغزو في الكونيكشون يعني كنجي ونشغل ونكتيفي ولكارتشفاء ما نقدروش معناش لاما هذي اللي تخرج هكذا المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء كناس من جهتها أرجعت العطل إلى أنظمة التشغيل المبرمجة على مستوى الحواسيب على أساس أنها غير مؤهلة إتصالات الجزائر نفت أن تكون لشبكة الأنترنت دور في تعطيل عملية تحيين بطاقات الشفاء لترمي الكرة في ملعب صندوق الوطني للتأمينات مرة أخرى تبقى مسؤولية عدم تفعيل هذه العملية بين أخذ ورد رهينة تجاذبات بين مختلف الفاعلين فيها ويدفع فاتورتها المواطن البسيط